السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندنا طريقة تحكم بجهازك الكمبيوتر أو اللابتوب عن طريق جهازك الاندرويد يعني مثلا تحكم بالماوس أو الملفات تدخل عليها أو برنامج تشغيل الفيديوهات بالبداية رح تنزل البرنامج على الاندرويد وعلى الحاسبة كمبيوتر لابتوب هذا رح خليكم إن شاء الله الروابطس في الفيديو من التنزله تفتح هذا تفتح الضغط عنه رح يطلع لك هذا الملف هنا تضغط عليه تفتحه رح تطلع لك هالنافذة هنا تضغط أوكي حتى تحمل الجافة هنا رح يفتحه عن طريق المتصفح تضغط هنا في جافة هنا وراها رح حتى تنزله وبحسه تضغط عليه yes هسه هنا تضغط ونستل سرح يحمل الجافة حتى يفتح لك هذا البرنامج هسه بعد ما كمل التحميل هنا تضغط close هاته تطلع من الادهة تجي تفتح البرنامج السهاي هنا نفتح هذا البرنامج تفتحه هنا بالاندرويد هسه هنا عندك هذا الاي بي مع الواي فاي وهنا عندك مع البلوتوث هذا يعني تقدر رح عن طريق الواي فاي والبلوتوث تصل يعني بالحاسبة ان شاء الله هسه هنا تجي بالاندرويد تضغط على هاي الجو حتى تتصل بالكمبيوتر هنا تضغط على هذا الزائد هنانا تسمي يعني اي شي كيفك هنانا عن طريق الواي فاي وبلوتوث تختار هنانا رح تجي تخلي هذا الالبي مع الواي فاي تخلي هنا بالاندرويد وراه تشوف هذا الواي فاي بورت تسعة عشر الف وثمانية وسبعين لازم هنا هنا نفسه هذا هنا بالكمبيوتر هذا نفسه قسر احتضاط على موافق انضافة هاي باوي احتضاط هنا بسه صار متصل هسه مثلا ماوس طريق تتحكم به هذا الماوس تضغط عليه هاي تقدر بعد ما تطلع لك الرسالة تخلي هنا صاح تضغط مو اوكي هسه هاي هنا نكلي تماوس باشرون قاية تحرك باع الحاسبة هاي هنا اكلي كمنا وهذا من هنا في اسرائيل عدك هاي الصفح هنا هاي النقاط بين الكليكين اليمنى واليسرى بالماوس هاي تنزل والصعد من عده بعد عندك هنا مدير الملفات وهاي هنا رح تطلع لك C D يعني اتل خالهم بالحاسبة باللاب توب واتيش تختار يعني الملفات حتى تفتحها من النعنا ومن هنا تقدر تصمم تضغط على الزائد ومن هنا تقوم تقدر تضيف ومن هنا تختار برامج الميديا تختار يا برنامج قاعد تستعمل ومن هنا مثلا توقف تشغل وهذا الماوس ترجع لك تقدر تطلع ان شاء الله روابط البرامج رح تلقون اسفل الفيديو بالوصف اذا اعجبك الفيديو اضغط اشتراك واعجبني ليصلك باذن الله كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته